اهلا بيكم مرة تاني عزيزة مشاهدين ونبدأ فقرة الاخبار بالخبر الاول فريرة بيعبر عن سعادته بالعودة الى بيته وشكرا لجماهير نادي الزمالك ابدأ فريرة المدير الفني الجديد لنادي الزمالك سعادته بالعودة للقلع البيضاء من جديد وكتب عبر حسابه الرسمي قدام حضراتكم الحساب الرسمي على الاستجرام مع مواقع التواصل اجتماعي قدام حضراتكم سعيد بالعودة الى بيتي واضاف شكرا جمهور الزمالك على رسائلكم وكلامكم الجميل سعيد بالعودة ولدي طموح كبير اراكم الله او اراكم قريبا وفي وقت سابق قد اعلن مشارة المترى منصور عن تولي جوزفالدو فيريرا قيادة القلعة البيضاء لمد كموس وبنصف خلفا للفرنسي باترس كارتيرون بالمناسبة بكارتيرون راح الاتفاق السعودي خلاص توقع انبارح وكان واضح ان هو مش مركز واضح ان هو كان مربط واضح ان هو كان فيه عنده يعني عدم تركيز كبير جدا الجهاز الفني الحالي بقى بالكارة اسامة نبيه واحمد عبد المقصود بيجاهزوا تقرير مفصل عن فريق كورت قدب الاول بناتزة مالك علشان يقدموه لي مستر فريرة اول ما يوصل كل ما يخص الفريرة الاول هل اللعيبة الامكانات الموجودة ايه طريقة اللعبة يجد نلعب ازاي الاصابات ايه الموجودة اكيد طبعا بمجرد وصوله ان شاء الله باذن الله سيتسلم هذا التقرير في اه و هيحضر مباراة الجونة لمشاهدة اللعيبة ومستواتها عن قرب وان شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك مازلنا مع اسامة نبيه اه طبعا اه عمل اه اجتماع مع اللعيبة وقال ان اه مباراة الجونة هي بروفة قوية جدا قبل مباراة الوداد وطبعا اه كان عقد اسامة نبيه اجتماع مطول مع اللعيبة قبل مران اه اليوم وقال له حدثهم على الفوز على ورات الجونة وانها بروفة قوية لورات الوداد خاصة ان المدير الفني الجديد سيشاهد هذا اللقاء وساء عن قرب وحيوقف على مستوى معظم اللعيبة